حزب الوسط السازة بالقلم ماضي طلع بقين? عطى الحياة كافكار منه والحقيقة انه اه مهم انه برضو نشوفه في اطار احنا في الخارج. وفي معسكر في الداخل والخارج معسكر رفض الانقلاب بالكلية ورفض للتصرفات وانه حقنا. وفي ناس داخل النظام بيقول لك انه هم استشاروا ناس كتير جدا ووصلوا الملاحظات التالية. ان كثيرا من اساتذة القانون اكدوا على عدم جواز اضافة مواد جديدة للدستور من خلال طلب التعديل. ايه. فالطلب بطل فبالتالي كل الاجراءات بطلة. وان التعديلات يجب اذا قدمت ان تكون على نصوص قائمة وهو ما لم يتم الانتزام به في هذا المشروع حيث هناك مواد جديدة مقترحة وليس التعديلات. مرة اخرى هذا الكلام بيان حزب الوسط. اه. اه. ان اخطر ما ورد في هذه الاضافات هو جعل القوات المسلحة التي تصون الدستورة والديمقراطية وتحافظ على المقاومات الاساسية للدولة ومدنياتها. وهذا امر مستحدث لم يحدث من قبل. صحيح. ويخرج القوات المسلحة عن دورها المنوط بها المنوط بها في حماية الوطن والدفاع عن اراضيها. وهي تجربة خاضتها بعض الدول. واتت بنتائج بنتائج وخيمة على التجربة الايه. الديمقراطية في تلك البلاد حتى الغتى. وتجعل الاحد اجهزة دولة نوع نوع وصايا او نوع من الوصايا على المجتمع وما يبوجو بيه من افكار وتفاعلات. وتجعل له فقط. دولة فوق الدولة. بالضبط. ان النصوص المقدمة لتعديل مدد رئاسة الجمهورية واستثناء الرئيس الحالي من شرط عدم ترشح بعد انتهاء الدورتين تمان سنين. والسماح له بالترشح دورتين جديدتين مدتهما اتناشر سنة اتناشر عاما هو مخالفة صريحة لنص المادة متين ستة او اشيب. خبرة. التي تحضر تعديل النصوص المتعلقة بعد التخاب الرئيس الجمهورية. وهذا التعديل يصيب تجربة الددو السلمي في مقدم. اربعة. ان النصوص التي المتعلقة بالسلطة القضائية. وده هنجيل لوقتي. بكل درجاتها بدءا من المحكمة الدستورية وحتى تعيين النائب العام. هي ايضا مخالفة لقواعد توزيع وتوازن القوة او توازن العلاقة بين السلطات التلات تنفيذية تشريعية قضائية. وتفرض الصحي منة للسلطة التنفيذية. مسالة في الرئيس الجمهورية على السلطة القضائية بكل انواعها. هذا الكلام اخره انه وبما ان هذه التعديلات والاضافات تخل بهذه الرؤية الحاكمة لفكرة الدستور كما نؤمن بها تقررت في وكما تقررت في قاعدة فان حزب الوسط يرفض هذه التعديلات والاضافات الدستورية جملة وتفصيلا. قبل ما اوصل لديه. القضاء تسرب لهم وسيقة نادر قضاء بانهم رفضين. وبعدين رجعوا احنا ما اماناش وبعدين تسربت الوسيقة بانهم رفضين. لانه التعديلات بتحط. قدات مجلس الدولة بالذات. بلا ان هما دول اللي بيعملوا العضايا اللي رفضوا ترانو سنة فيه. بتحط كل جهاز القضائي. لما احظى فيه عروة الحزاء بتاع السيسي. برضو مرة تانية كيف ترى هذا التحرك من جانب احد الاحزاب الموجودة في مصر والقابلة بالوضع الرهن. شوف. هي المسألة كلها دلوقتي. زي ما احنا بنقول. هي محاولة من السيسي لدسترة العسكرة. عسكرة النظام بشكل من الاشكال هو ليس فقط عسكرة بالمعنى الذي يتعلق حتى بوجود العسكر مع دولة. ولكن لدسترة اختطاف المؤسسات. كل المؤسسات. منها الجيش. وحتى اختطاف الجيش. فهو اختطف الجيش. اختطف القضاء. اختطف المخابرات. داخلية. اختطف الداخلية. اختطف الاعلام. اختطف كل شيء. والنهاردة بيقول لك انه رئيس الوزراء بيدي للقوات المسلحة مش عارف انشاء. مش عارف اتصالات. مش عارف اتصالات. مش عارف ايه. كل حاجة. كل حاجة. فهذا التغول الكبير. حتى ان بعض المؤسسات المدنية اعتبروها مؤسسات عسكبية. عسكبية. اللي الساز ابو بكر الجندي. اه. اللي كان ماسك مش عارف جهاز الاحصاء. واللي كان ميسك وزير شوية ومشي. عاجينوه رئيس للجنة بحوث المشاهدة. في المجلس الاعلى الاعلام. انت مش علاقته بالموضوع. يعني اقول لي. سيادة اللوة. اه سيادة اللوة. عشان يقول ان كانت ما كاملين بتشاهدوه اليه. اه انتوا بتشاهدوه ومتشاهدوش. ومش عارف ايه قوة ده. هيبقى حارس البوابة. واللي بيعمل تقرير اعلامي. ملوش دعوة بالاعلام. غير انه هيدي الاوامد. بس. اه. بناء حالمشاهدة. طيب.